مساء الخير عليكم جميع المشاهدين الأعزاء مساء الخير عليكم في كل مكان وحشتوني جدا 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 من الحلقة اللي فاتت للحلقة دي الحقيقة النهاردة في بداية الحلقة أنا ما كنتش حابة زعل حضراتكم بس كلنا شفنا الحادثة اللي حصلت يوم الثلاثة اللي فات حادثة إيمان عادل الله يرحمها البنت الجامعية الطالبة المميزة اللي في سنة تالتة كلية علوم للأسف زوجها وجدها في البيت مقتولة قدام رضعتها ماتت وهي في تالتة جمعة قدام رضعتها اللي عندها تسع شهور طبعا الحادثة دي وجعت قلوبنا جميعا واللي وجع قلوبنا أكتر وأكتر إن نلاقي اللي عمل كده زوجها واحد عايز يطلق مراته الأهل يقولوا لا ده أنت لو لفت الدنيا كلها مش هتلاقي زيها لو لفت الدنيا كلها مش هتلاقي في أدابها ولا في أخلاقها ولا في تعلمها الزوج حسين كان عنده محل ملابس وكان فيه بنت بتشتغل معاه في المحل حبها وحب يتجوزها طبعا مراته كان لسه متجوز بقاله سنة وتسع شهور إلا زوجة طالبة الجماعية بعد ما تجوزت وجابت بيبين شغلت مع البيبين شغلت في المذاكرة هو حس إنه هو مهمل بص الوحدة تاني حاب يتجوزها أهله قالوله لا إحنا مش مفقين على الجوازة دي تب يعمل إيه يفكر إزاي في الحالات اللي زي دي الناس المحترمة بتلجأ للطلاق ولكن هو فكر تفكير شيطاني إزاي خرجك من حياتي من غير ما تاخذي مني ولا ملين وكمان ألوث سمعتك وأخذ ابني فكر ودبر وخطط الأستاذ جاب واحد من اللي شغالين عنده وداله مئة ألف جنيه وقال له أنت هتطلع هتعتدي على مراتي أو تختصبها بمعنى أصح وترنيلي رنة واطلع عنا أشوف الوضع المخل ويبقى كده طلقتها أو قتلتها دفاعا عن الشرف وعلشان هي مظلومة وعلشان ربنا يظهر حقها طلع العامل اللي عنده لابس نقاب استنى لما فتحت الباب دخلها حاول معاها هي قومت بكل ما أتيت من قوة قومت فاضطر إن هو يخنقها بسلك وموتها وبعد ما موتها قدام رضيعها عمل معاها الفاحشة وخاف وهرب وجري طبعا الزوج المفروض كانوا متفقين مع بعض إن هو يتصل بيه ويطلع له علشان يعملوا التمثيلية بس ربنا عايز يظهره بالتحريات عارفوا مين اللي عمل كده وبتفريغ الكاميرات عارفوا إن اللي عمل كده واحد اسمه أحمد وبيشتغل عند حسين اللي هو الزوج ويبقوا مواجهتهم اعترفوا بالواقع طبعا ده مش بني آدم عشان نتكلم عنه أو إن إحنا يعني أنا برنامجي هي وآدم آدم المميز آدم المحترم آدم الخلوق مش ده ده شطان أكيد شطان رهيب ولكن من المشكلة دي الناس كلها تناولتها وقلبنا كلنا وجعنا على إيمان وربنا يجعلك دايما في الفردوس الأعلى يا إيمان وإنت تحتسب يا عند الله شهيدة ولكن ده بيدعونا إلى التفكير أحيانا يا جماعة لما الحياة الزوجية في بدايتها ما تكونش صالحة خلاص عايز ينفصل ينفصل أحسن ما يقتل عايز يتجوز الزوجة تانية الزوجة تختار يهي ينفصل يهي يتجوز واحدة تانية عشان ما تدفعش حياتها تمن لطيشه معلش أنا نكدت عليكم في أول الحلقة ولكن القصة دي وجعت قلبي جدا 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 إحنا طبعا هنطلع فاصل بس قبل الفاصل عايز أقول لكم على حاجة اللي بنا بنا مصر كان في الأصل حلواني عندنا بعد الفاصل هنجيب حد بنا مصر وحد حلواني استنونا بعد الفاصل عشان تعرفوا كل التفاصيل فاصل ونعود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وارجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدين الأعزاء وزي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل ان احنا جايبين معينا النهاردة شخصيات مميزة مميزة في المجتمع معينا ومعيكم شخصية مميزة جدا شخصية عصومية بنا نفسه بنفسه عمل اكبر شركة في فن العمارة والجيكور معينا ومعيكم المهندس محمد الجهري صاحب شركة الجهري للجيكور والعمارة اهلا وسهلا بحضرتك بجد منوارنا النهاردة موظوطين جدا ان حضرتك معينا النهاردة ربنا يخلي حضرتك يا رب عايزين نعرف في البداية ازاي حضرتك ادرت تأسس شركة الجهري وازاي ادرت هذه الشركة في وقت مش كبير ان هي تكون منافس قوي جدا في السوق لكل شركات العمارة والجيكور وانا بداية خارج جامعة الزأزيق بقرس عمارة ضفة 88 جميل انا بحب شغلي جدا ربنا يوفق حالك وبعشقه وزي زي اي حد بادئ بدأت ان انا ابدأ ادور على اماكن اشتغل فيها تضيف لي وكنت حريص على ان اظهر نفسي واعرف كويس اقرأ رسوماتي واعرف اشوف الحاجات دي بتتنفذ زي والخطوات كلها اللي هي ممكن تسمع معي واكتر حاجة بتنمي مهندس لسه بادئ انه يبقى بادئ في مكتب فني وانا بدأت في شركات كبيرة في البداية كانت لها اسم يعني مش لازم اذكر اسمها لكن هي كانت شركات كبيرة جدا في السوق وبدأت فيها مكتب فني وده سمع معي كويس اوي اضافي كتير ما شاء الله يعني فعلا يا بش مهندس احنا الهدف دايما من ان احنا نستضيف شخصيات مميزة زي حضرتك ان الشباب يقتدوا بحضرتك ربنا يهزك ربنا يخلي حضرتك يا رب طيب احنا بقى القناة بتاعتنا ستات كتيرة بتتفرج عليها انا بقى كستة لو عايزة اعمل جيكور للبيت بتاعي حضرتك عندك بعض النصائح للسيدات في الجيكور احنا في الشركة عندنا قسم المكتب الفني زي ما قلت لحضرتك تمام وده اساس اي نجاح اي شرف تمام المكتب الفني بيعمل تصميم مجانا للعميل عند التعاقد فعلا؟ اه دي فعلا تمام لما عميل بيتعاقد معنا بعد التعاقد احنا بنعمل تصميم وبنعرضه على العميل وبنشوف هو بحتاج ايه وبنقدر نغير في اي رسمة موجودة عنده زي كتاة فيلا كتاة مبنية او اللي احنا نبدأ نأسس معها ونساعد ونستغل لكل مساحة ايا مثلا لو دخلنا في حمام هنشوف احنا وراء الاعداء ممكن نستخدم ايه وراء الاعداء ممكن نستخدم فيه اماكن ميتة بيسموها كده مقتولة احنا نعرف نستخدمها كويس ونعرض نضيف نحط فيها اماكن مثلا لتخزين ملابس وحدات حمام اماكن في المطبخ تكاد تكون معضومة زي الكورنر بتاع المطبخ فعلا او حاجات مثلا في الطرس تكون علوية فوق تستخدم لتخزين بتعمل صندرة الحاجات اللي هي بتقرق اي بيت احنا فعلا دلوقتي بنعرض للمشاهدين طبعا حضراتكم شايفين دلوقتي على الشاشة بعض النمازج للجيكورات اللي حضرتك فعلا عملها وازاي بتستخدموا الكورنرز والاماكن الميتة زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي على الشاشة دي كلها نمازج من تشطيبات ودكورات الجهري للعمارة والجيكور طيب احنا عايزين بقى نعرف النشاطات اللي بتقدموها في الشركة للعملاء يعني حضرتك مقتصر بس على الجيكور للشؤة ولا ايه النشاطات اللي ممكن تقدموها للمشاهدين احنا شغلنا من ايه تزد يعني بتداء لما تبقى الارض فاضية لغاية لما نشطبها ونسلم ممتاز ولو كان حتى فيها حمامات سباحة بنخلى اماكن جوة المساحات المقتولة برضو اللي هي انا بجيد ان انا اوظف المساحة مهما كانت كبيرة سغيرة انا عايزة عن حمام سباحة مثلا لحده وامساحته ما تسمحش في الفيلا ولا في دور البدروم ولا حاجة فبجيد ما بين الاواعد وبعضها وبعالج المشاكل دي كلها وخلص يا ريت نعرض حمامات السباحة اللي من تصميم و تنفيذ من تنفيذ تصميم وتنفيذ ما شاء الله من تنفيذ شركة تصميم وتنفيذ شركة الجهري بالعمارة والديكور ما شاء الله فعلا حاجات مميزة جدا جدا ممتاز ممتاز طيب انا لاحظت حاجة كمان اكبر مستشفيات في مصر حضرتك اللي عمل لهم الديكور ولا حضرتك بدأت معهم زي ما بيقولوا كده من الطوبة الحمرة يعني من البداية خالص اللي بدأت معاه من الزيرو مستشفى اذكر اسمها ولا مفيش مشكلة يلا اعلان ببلايش مستشفى اندرسية ايوا ايوا النخيل اللي كانت موجودة في السلك في المعادي تمام بدأت معهم وعملتوا برخصة ومازلت باسمي حتى الان مشاء الله وبعد كده تغيرت من النخيل لاندرسية وفضلت معهم فطرة طويلة من الوقت دي كورات هتجنن يا ريت ننزل صور المستشفيات اللي من تنفيذ وتصميم شركة الجهري تفضل حضرتك وحاليا بشتغل في مجموعة كلبطرة ممتاز مستشفى الكاتب مستشفى كوين عملت فيها عزل كورونا وبشتغل في العين الدولي بشتغل في مستشفى عملتها في التجمع الخامس ممتاز وحاليا بعمل مستشفى في مصر الجديدة يعني حضرتك تخصصت في المستشفيات المميزة هي يعني أنا طبعا على أساس أن هي بتبقى خبرة علاوة على طبعا أنا بأشق العمارة بصفة عامة فهذا مجالي فهذا شغلي وأكيد يا باش مهندس السمعة الطيبة يعني أكيد لما صاحب مستشفى بيسمع أن شركة الجهري للعمارة والجكور ناس ملتزمين في موعدهم ملتزمين في خامتهم ملتزمين في أن التصميم اللي هم بيعملوا فعلا بيخرجوه بنفس الشكل بيثقوا فيك أكتر وأكتر وبيحبوا يتعاملوا مع حضرتك الحمد لله ما شاء الله اللهم بارك طيب بقى بمناسبة كورونا حضرتك قلت لي أن فيه مفاجأة مفاجأة هيلة جدا الباش مهندس وعبنا أن هو هيقول لنا النهاردة على مكان بما أن كورونا بنبقى مش عارفين نعزل لقدر الله لو فيه حد من الأسرة مش عارفين نعزله فين الباش مهندس قال لنا أنه هيعرض لنا فكرة إزاي نخلي مكان للعزل حتى لو مساحته 3 متر في 3 متر ويكون متكامل إزاي دي يا باش مهندس عايزين حدك تشرحها للمشاهدي نحن على الموضوع ده في فترة من فترات شغلنا في المكتب عندي المكتب الفني أن احنا إزاي عايزين نعمل في الأساس غرفة شباب الولد أو البنت يعودوا فيها يعملوا فيها كل حاجة يمرسوا كل نشاطهم بأكل يناموا يذاكروا كده فمناسبة طبعا كلمة مناسبة يعني مش الظروف اللي بتمر بها البلد أكيد أكيد وباء في العالم كله ربنا يعافينا يا ربنا فكرت أنه لما يبقى فيه حاجة اسمها عزل منزلي أو حد عايز يعملها حتى تطوعي أنه يبقى فيه غرفة معزولة تماما على ما فهمنا أن الغرفة دي مثلا حد بيقدم أكل للمريض اللي موجود وعازل نفسه لا أنا بجهز الغرفة نفسها أنه يبقى فيها مكان للحمام مكان للأفيس لأنه يستخدم يعمل شاي يعمل أكل يعمل اللي هو عايزه مكانه نزاكر مكانه نيقرأ مكانه نفرج على تليزيون مكان صفرة مكان أنتريه مكان نوم كل ده في مساحة غرفة عادية جدا كل ده جوه الغرفة بيعد ويجهز طيب أنا عايز على حاجات دي ما شاء الله بجد ربنا يبدأ عن ناس ونشر يعني مكان كامل لا بس هو بغض النظر عن كورونا فكرة أنه حدك توظف مساحة صغيرة في كل ده آه هايل بجد فعلا والتصميم عندي واللي عايز ينفزه موجود ومتاح يعني يا جماعة اللي سمع دلوقتي وحابب ينفز هذا التصميم أو حابب أي شغل تشتيبات أي شغل عمارة أي شغل في الجيكور مش هقدر أنسحكم بأحسن من شركة الجهري للعمارة ويجيكور برسي أمام حضراتكم لو تحبوا تتواصلوا مع الشركة عن طريق صفحة الفيسبوك اسم الصفحة الجهري للعمارة والجيكور اسم الصفحة الفيسبوك بالعربي الجهري للعمارة والجيكور أتمنى اللي كل اللي بيسمعونا وكل اللي بيشوفونا لو حابين يتواصلوا مع البش مهندس يتواصلوا وهياخدوا أحسن تشتيبات والأسعار عاملة إيه؟ إن شاء الله معقولة يعني أقل أسعار أقل أسعار كمان بأقل الأسعار إن شاء الله بأقل الأسعار كمان وعايز أقول حاجة لو تسمحي لي اتفضل وبنسبة وجودي هنا في المكان ده وأنا شرفت به أول عشر عملاء هيتعقدوا في المكتب هيبقى التصميم مجاني بعد التعقد يعني يجيبها حاجة حضرتك الدتالينا هدية يعني يا جماعة معنا هدية وأول عشر متصلين بيتفرجوا علينا دلوقتي هياخدوا تصميم هدية إن شاء الله في نهاية فقرتنا بشكر حضرتك البشمهندس محمد الجهري صاحب شركة الجهري العمارة ويئة جيكور بنشكر حضرتك جدا وانتظرونا بعد الفاصل عشان تشوفوا الحلو كله